هنا في مزارع الشيفونية في الغضط الشرقية المحررة مؤخرا لا يوحي منظر هذا البناء بأي شيء مريب لكن ما أن تدخل إليه حتى تتكشف الحقيقة فهنا أحد مصانع المواد الكيموية والمتفجرة التي كان المسلحون يستخدموها ضد المدنيين وضد الجيش السوري مصنع متكامل مكون من طبقات بعضها فوق الأرض والآخر تحتها ومزودة بأنفاق للحماية نحن الآن في أحد الأنفاق المؤدية إلى مصنع المواد الكيموية الذي كان يستخدم من قبل المسلحين هنا في بلدة الشيفونية طبعا هذا المعمل المواد الكيموية مموه بشكل جيد جدا بحيث لا يشك بأمره هو عبارة عن ثلاث طوابق لازلت على الهيكل في أحد المزارع طبعا طابق لخلط المواد الكيموية والطوابق الأخرى هي عبارة عن مختبرات لتحضير هذه المواد وكما نشاهد هنا هذه هي المراجل التي تستخدم في صناع المواد التي تحمل على أسلحة ويستهدف بها المدنيين في الغوطة الشرقية أو في دمشق دلالة وجود هذا المصنع هذا يدل على أن المسلحين هم من يقومون بتصنيع المواد الكيموية والمواد السامي داخل أراضيهم حيث يشكل خطر حط على أطفالهم وأولادهم ويقومون برميها باتجاهنا ويقومون برمي أتهم على الجيش العربي السوري أنه هو من يقوم بضرب الكيموية وهم من يقومون بتصنيع هذه المواد السامية والكيموية وضربها على الجيش ويتم اتهم الجيش العربي السوري بمثل هذه الأعمال ومن أجل تشتيت الرأي العام العالمي تجولنا في داخل المصنع بعد أن فكك الجيش كل العبوات الناسفة وأمن الموقع بعض القذائف لا زالت مكانها لكن لم يتسنى للمسلحين تعبئتها بالحشوات السامة كان الجيش أسرع إليهم أقنعة وألبسة واقية تنتشر في المكان وملصقات تحمل اسم هيئة الإمداد الحربي في جيش الإسلام وأخرى تدل على مصدر المواد الخام وأغلبها من السعودية هذا معمل متكامل في الأعلى يوجد قسم الإدخال وهنا قسم الإخراج تخرج المواد من هذه المراجل فإذا هي مغلقة فإذا أنتم آمنون إضافة إلى أن المواد الأولية التي فوق كلها مغلقة ومحكمة إغلاق فإذا نحن آمنون وبالتالي نتجول إضافة إلى أن تم تطهير المكان من العبوات التي كانت موجودة فنحن آمنون لكن نحن مصدومون كما أنتم بهذا المعمل المتكامل لصنع المواد المتفجرة وصنع المواد الكيميائية السامة كل المواد الأولية موجودة متوفرة فوق في 3-4 مستودعات يتقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية محطماً تحصينات ومحكماً الحصار أكثر فأكثر على المسلحين الذين فقدوا كل أوراقهم باستثناء ورقة الإدعاءات باستخدام الأسلحة الكيموية ضدهم والتي يتكشف زيفها مع ظهور الأدلة المتلاحقة التي تدينهم وتثبت أنهم هم من يصنعوا ويستخدموا السلاح الكيموي بدعم وتغطية إقليمية وغربية سامر زرقا بلاد الفضائية من بلد الشيفونية الغوطة الشرقية